مش عارف ليه كل ما بسمع درس المقصور والمنقوس والممدود بتخيل البقدونس والكصبرة والشابت واللي مش فيعمل البقدونس والكصبرة والشابت دي عبار عن ايه احب اقولك ان دي عبار عن طلاصم خفية بتظهر في شكل خضروات واللي يعرف يفك الطلاصم ما بينهم ويفرق ما بينهم بنعتبره من الكائنات الخارقة وندخله عندنا موسوع جينيس فلو انت من الكائنات الخارقة دي اللي بتعرف تفرق ما بينهم فانا بقولك ابشر انت كده هتقدر تفرق ما بين الاسم المقصور والمنقوس والممدود ولو انت بقى راجل زي حالتنا كده مش فاهم اصلا يعنيه بقدونس وكصبرة وشابت ولا ايه الفارق ما بينهم ولا اصلا بيستخدموا في ايه ولا وظيفتهم ايه في الحياة فده معناه ان حضرتك لازم تسمع الفيديو ده حتى اخر دقيقة هذا مستعد ندخل بقى عندنا على اول طلصة من التلاصم الاسم المقصور الاسم المقصور ببساطة شديدة يا سيدي هو اسم معرب اخره والف لازمة مفتوح ما قبلها يا حلاوة زي كلمة رضا ومنا ومنادة ومصطفى ومبنى الكلمات دي بقى يا سيدي بالصالع النبي كده بنقول عليها ان هي اسم مقصور ايوة ليه اسم مقصور هقولك علشان خاطر التعريف اللي فوق ده تعال اشرح لك التعريف وانت تعرف هي ليه اسم مقصور اول حاجة بيقول لي تعريف الاسم المقصور هو اسم معرب اسم يعني حضرتك كلمة زي كلمة الى ماينفعش تقولي ان دي اسم مقصور هتقولي بس استنى بس يا استاذ الى دي دياء مش الف هقولك لا يا حبيبي انا بقول الى دي اسمها الف لينة الالف لينة اسمها الف طيب مدام الى دي اخرها الف لينة اسم مقصور هقولك لان الى دي يا حبيبي حرف وانا الاسم المقصور عندي لازم يبقى اسم وكذلك قضى قضى دي كلمة اخرها الف لكن ما نقدرش نقول عليها ان هي اسم مقصور ليه؟ علشان قضى دي فعل والاسم المقصور عندي لازم يبقى اسم ماينفعش فعل ولا حرف هتقولي اه تمام والله اعلم كده انا فهمت الحتة دي شكلي طب هو يعني ايه اسم معرب؟ هقولك اسم معرب يعني مش مبني يعني مثلا كلمة زي هذا هذا دي اسم اشارة مبني ماينفعش اقول عليها ان هي اسم مقصور ليه؟ علشان الاسم المقصور لازم يبقى اسم معرب وبالمناسبة كل الاسماء معربة معادة اسماء الاشارة والضمائد والاسماء الموصولة واسماء الاستفهام واسماء الشرط اللي هي الاسماء المبنية اللي شرحناها قبل كده في درس المعرب والمبني ممكن ترجع لها وتسمعها نرجع بقى للتعريف هو اسم معرب اخر والف يعني اخر والف يعني الحرف الاخير لازم يبقى الف هتقول لي ماشي دي انا فاهمها لكن يعني كلمة لازمة اللي مكتوبة بعد الالف دي يعني لازمة هقول لك لازمة هنا مقصود بيها ان هي تبقى من اصل الكلمة يعني مثلا لما نقول معلمة الفصل هنا كلمة معلمة اخرها الف صح هتقول لي اه صح هقول لك دا معنا ان هي اسمه مكسور هتقول لي ممكن هقول لك طيب تعالا نبص على الشروط اللي هو التعريف هو اسم معرب اذا اسم معرب اخر والف اذا اخر والف هل الالف دي لازمة يعني لو شلناها الكلمة دي معناها يبوز تعالا كده نشيلها معلم معناها بوز لا ده المفرد بتاعه هقولك جميل يعني الالف دي مش من اصل الكلمة يعني ولا لازمة ولا حاجة يبقى على طول الكلمة دي مش اسمه مكسور لكن تعال بقى نبص على الكلمات اللي عندنا اللي هي رضا وفاتة ومنادة ومصطفى ومبنى تعال بقى نطبق الشروط عليهم رضا دي اسم معرب صح؟ اه اسم معرب طيب اخر والف؟ اه اخر والف الالف دي اصلية ينفع نشيلها وقول رض هتقول لي اه ينفع قول رض بول ههههه ارد عليك اقولك ايه اه شباب اخر زمن ماهو القلش الرخيص ده هو اللي رجعنا ورا المهم يا سيدي ان احنا ماينفعش نحزف الالف هنا لان لو حزفناها معناها يختل يبقى الالف دي اصلية لازمة يعني يبقى انت مغمض رضا دي اسم مكسور وكذلك كلمة مونة اخرها الف ما نقدرش نشيلها ونقول من وبلاش تقلش عشان ما زعلكش وكذلك كلمة منادة هتقولي لا استنى عندك بقى منادة ايه ما انا ممكن احزف الالف واقول مناد والكلمة تبقى لايقة عادي يعني هقولك لا هي حضرتك مش قصة لايقة ولا مش لايقة الالف دي هنا عبارة عن ضمير ولا علامة مسنة ولا الالف دي من اصل الكلمة هتقولي لا تقريبا من اصل الكلمة هقولك بس يبقى وانت مغمض دي اسمه مكسور وكذلك مصطفى ومبنى دي برضو اسماء مكسورة ندخل بقى على الجزئية اللي بعد كده هو احنا ليه بناخد الاسم المكسور اصلا هقولك احنا بناخد الاسم المكسور علشان نعرف نثنيه ونجمعه لاني وانا بثنيه بجمعه بيحصل فيه شوية تغيرات بسيطة فحضرتك لازم تركز اوي 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 في الجزئية اللي انا هقولها دلوقتي بيقولي وانت بتثني الاسم المكسور او بتجمعه جمع مؤنس سالم لازم تاخد بالك من حاجتين هل الالف بتاعت الاسم المكسور تلت حرف ولا رابع فاكثر لو الالف تلت حرف زي كلمة رضا وعلا ومنا وفتا بيقولي في الحالة دي وانت بتثني الكلمة دي لازم ترجع الالف لاصلها يعني يا رجع الالف لاصلها قال لي اي الف عندنا في اللغة العربية لاما اصلها واو او ياء يعني من الاخر كده الالف اللي موجودة في الاسم المكسور ده لاما اصلها واو او اصلها ياء بس كده فوانت بتثنيها لازم ترجع الالف لاصلها اصلها واو يبقى هنحط مكانها واو اصلها ياء هنحط مكانها ياء هتقول لي طب وانا ان شاء الله هعرف اصلها منين هشم على ظهر ايه دي مثلا هقولك لا وقت الشم لسه مجاش انت هتشوف بس لو الالف بتاعك وقفة كده زي كلمة رضا وعلا يبقى الالف دي اصلها واو لو الالف بتاعتك لينة زي كلمة سهى وفتى يبقى الالف دي اصلها فلما تيجي تثني كلمة رضا فتقول رضوان او رضوين ولما تجمعها جامع مؤنث سالم تقول رضوات تب بتسني كلمة علا علوان علوين الجامع بتاعها مؤنث سالم علوات والمسنة بتاع مونة مونيان ومونيين وجامع المؤنث مونيات طيب فتى المسنة بتاعه فتيان فتيين وجامع المؤنث فتيات يبقى احنا امتى بنرجع الالف لاصلها لو الالف تالت حرف تب افرد بقى يا مؤمن الالف كانت الحرف الرابع او اكثر زي كلمة مصطفى او مبنى او معطى او مصفى ساعتها بقى هنعمل ايه هقولك ساعتها لو الالف رابعة فاكثر واحنا بنسنيها او بنجمعها هنقلب الالف لياء واحنا مغمضين وحضرتك هتغمض معانا وتقلب الالف لياء زينا يعني المسنة بتاع كلمة مصطفى مصطفيان مصطفيين جامع المؤنث مصطفيات تب كلمة مبنى المسنة بتاعها مبنيان مبنيين المؤنث مبنيات تب معطى معطيان معطيين وجامع المؤنث معطيات تب مصفى المسنة بتاعها مصفى يان مصفى يين جامع المؤنث مصفى يات يبقى سريعا كده الاسم المكسور وحنا بنسنيه ونجمعه جامع المؤنث لازم نبص على الالف الالف تالت حرف نرجعها لاصلها واو او ياء الف واقفة يبقى اصلها واو الف لينة يبقى اصلها ياء طب الالف رابعة فاكثر رابح حرف فاكثر واحنا بنسنيها ونجمعها جامع مؤنث هنقلبها ياء زي ما وضحنا طيب الاسم المكسور بقى لما نحب نجمعه جامع مذكر سالم قال لي بص يا سيدي لما تحب تجمع الاسم المكسور جامع مذكر سالم هتحزف الالف بتاعت الاسم المكسور وتفتح الحرف اللي قبلها وتزود بقى العلامة بتاعتك اللي هي الواو النون او الياو النون طبعا على حسب العلامة الاعرابية يعني مثلا كلمة زي كلمة مصطفى دي اسمه مكسور علشان اجمعها جامع مذكر سالم هنعمل ايه هنحزف الالف ونفتح الحرف اللي قبله اللي هو الفاء ونحط بقى العلامة بتاعت الجامعة اللي هي الواو النون او الياو النون طبعا على حسب الحالة الاعرابية او الموقع الاعرابي فهيبقى جامع كلمة مصطفى مصطفون ومصطفين زي قوله تعالى وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار كلمة مصطفين هنا اسمه مكسور وجمع جامع مذكر سالم او زي كلمة منادة عشان اجمعها جامع مذكر سالم هنعمل حاجتين هنحذف الالف ونفتح الحرف اللي قبلها ولازم تحطيلي فتحة على حرف اللي قبلها في الامتحان عشان ما نزعانشهم بعض ها انا بقولك يعني هيبقى الجامع من منادة منادونة ومنادينا هتقولي طيب انا ليه اصدفصار بس مش احنا كنا منتفقين ان الالف لو رابعة فاكثر نقل بالالف ليه طيب افرد الالف في جامع المذكر السالم كانت الحرف التالت هقولك جامع المذكر السالم مالوش دعو بالحزبة دي جامع المذكر السالم الاسم المكسور لازم الالف فيه تتحذف ايا كان الالف عددها كام الحرف التالت الرابع العاشر الخمستاشر ماهي منيش جامع مذكر سالم يعني الالف بتاعت الاسم المقصور كل سنة وانت طيب وانت طيب طيب الاسم المقصور بيعرب ايه الاسم المقصور دايما بيعرب على حسب موقعي في الجملة لكن دايما بيعرب بالعلامة المقدرة يعني لو هتقول مرفوع بالضمة قول الضمة المقدرة منصوب بالفتحة المقدرة مجرور بالكسرة المقدرة يبقى اعرابه على حسب موقعي في الجملة لكن وانت بتعرب بتقول مقدرة ضمة مقدرة فتحة مقدرة كسرة مقدرة بس كده طيب سؤال الامتحان بيجي ازاي عن الاسم المقصور ممكن يجي يقول لك استخرج اسم مقصور وثنيه وجمعه جمعا سالما وممكن يجيب لك كلمة زي كلمة مسعى او مجرى يقول لك ثني الكلمة دي وجمعها جمعا سالما فواحنا بنحل السؤال ده حضرتك هتفتكر القعدة واحنا بنثني ونجمع جمع مؤنس سالم هنبص على الالف الالف ثالثة لا الالف اكتر من ثالثة رابعة جميل جدا ممتاز يبقى هنقلب الالف الياء ونسني ونجمع ونريح دماغنا يبقى المسنة من مسعى مسعيان ومسعيين والجامع المؤنس مسعيات طب والمسنة بتاع مجرى مجريان ومجريين والجامع المؤنس مجريات المشكلة بقى مش هنا المشكلة ان بعض الطلبة بتتفازلك وتجمع كلمة مجرى ومسعى جمع مذكر سالم وجامع المذكر السالم ده اصلا خاص بالعاقل يعني ماينفعش حاجة غير عاقلة تجمع جامع مذكر سالم كلمة مجرى ومسعى دي حاجات غير عاقلة فبالتالي ماينفعش تجمع جامع مذكر سالم هتقول لي بس هو قال لي فوقه اجمعها جامعا سالما هقولك ايوه قالك جامعا سالما محدتش جامع مذكر ولا مؤنس عشان يختبرك يشوف هل انت فاهم ان الكلمات دي غير عاقل فبالتالي مش هينفعت الجامع جامع مذكر سالم لان جامع المؤنس السالم ممكن يبقى عاقل وغير عاقل مفوش مشكلة عادي لكن المذكر السالم لازم يبقى عاقل وممكن يجيب لك السؤال في النظام الجديد على هيئة اختر فيقول لك مثلا جامع كلمة مصطفى مصطفيون ولا مصطفونة ولا مصطفون ولا مصطفين طبعا هي مصطفونة احنا كده الحمد لله خلصنا الاسم المقصور عشان الفيديو مبقاش طويل هسيب لك الرابط بتاع الدرسي التاني اللي هو الاسم المنقوص تحت الفيديو ده ولازم تسمع الاسم المنقوص عشان تقدر تفرق بينه وبين المقصور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم